فضيلة الشيخ خفتكم الله يقول السائل إمام مسجدنا لا يلفظ بالتكبير إلا قبيل التصاق رأسه بالأرض في السجود وهو لا يوافق فعله التكبير فما حكم هذا إمام مسجدنا لا يلفظ التكبير لا لا ينطق بالتكبير إلا قبيل التصاق رأسه بالأرض في سجوده فلا يوافق فعله التكبير تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين انتقال من الركن إلى الركن إذا انتقل من القيام إلى ركن السجود يكون التكبير في أثناء ذلك وهو منحط إلى السجود لكن لو نسي بعض الأحيان لجهل وأتابه بعدما شرع في الركن الموالي جهلا منه أو نسيان فلا بس نعم نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة